أهلا بكم هذا جدول يبين كيفية نطق رموز النطق التي تجدونها في جميع القوامس الإنجليزية وتسمى بـ International Phenetic Alphabet أو الألفابت الصوتية العالمية هنا في هذا الجزء Vowels Vowels يعني الصوائط حرف الصوتية هنا Mone of Thongs Mone of Thongs يعني أصوات فرضية مونو واحد صوت واحد هنا Diff Thongs Diff Thongs أصوات مزدوجة كما تلاحظون فلدينا Ear هنا Au لدينا A وأو وفي الأسفل أسفل الجدول لدينا Consonants الحروف الساكنة سنبدأ بالحروف الساكنة لأنها سهلة أولاً P هذا واضح P P Th fly T T Th هذا ينتق Th Think Think يوجد في اللغة العربية في كلمة الثورة وهذا الرمز هو T كما نلاحظ في البداية هو T Chees S C كما في C وهذا Chees كما فيه Chees 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 B Boat The Video Dog هذا الحرف هو حرف جديد وذ ذا المعجمة في اللغة العربية This كما فيه كلمة ذاكرة هذا J كما نلاحظ فهو واضح الرمز واضح فالبداية D وفي نهايته J June Z Z Z J Television G Go H Hat Hat Maman N Now N هذا حرف جديد تنطقه في في الحلق N Singer 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 كأنك تريد أن تقول G لكن لا تقول G لكن تقول N Singer Red Love W Wett Wett هذا ينتق J لا ينتقج كما يبدو بل J Yes Yes فنبدأ الآن ب Monothongs لدينا كما نرى هنا 12 Monothongs الأول هو E E بالمد Sheep والثاني قصير Ship وهذا Good Good ليس طويلا بل قصير والثاني طويل Shoot 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 Oh Shoot دائما عندما ترى نقطتين أمام الرمز فهذا يعني بأنه طويل Mad A Bad Bad I هذا كالسكون I يسمى glottal stop Teacher كما نلاحظ في آخر كلمة teacher لدينا ER وينطق I في اللغة البريطانية Teacher Ch هذا ينطق A Bird كما نلاحظ في هذا الجدول يمثل نطق الإنجليزية البريطانية وليس نطق الإنجليزية الأمريكية Bird في الإنجليزية الأمريكية Bird Bird في الإنجليزية البريطانية Door أو 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 دو أ أ كات كات أ أ هذا ينطق أ أ أ أو 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 أو